أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين توفر المخزون الغذائي من السلع الغذائية بشكل كاف ومستقر وأضافت الغرفة من خلال رئيس لجنة الثروة الغذائية خالد علي الأمين أن وطيرة عمليات الاستيراد لهذه السلع تجري بانسيابية عالية ومستمرة حسب الحاجة السوقية من المواد الغذائية مع وجود مخزون من تلك المواد يلبي الاحتياجات المحلية لعدة شهور مشيرا إلى أن هناك العديد من الشحنات الغذائية في طريقها للمملكة لتزويد الأسواق بالسلع الرئيسية من المواد الغذائية كما أكد بأن الغرفة تحرص على مساندة الجهات الحكومية بشأن كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة لدعم توفر السلع واستقرار أسعارها وكان تجار البحرين وجريا على عادتهم السنوية قد قاموا بالتوقيع على وثيقة التعهد بعدم رفع الأسعار خلال شهر رمضان المبارك والتي تهدف إلى دعم القوى الشرائية والحفاظ على استقرار السوق إلى جانب صون حقوق المستهلكين ترجمة نانسي قنقر